أمام نسور مالي الصورة المثالية للأبطال نتحدث فيها اليوم مع عادل زكري زمينة الأهلمي. مساء الخير عادل سلام عليكم. سهلا. طرحت عديدة من التساؤلات مرحبا. طرحت عديدة من التساؤلات أبدأوا. ماذا تمثل مواجهة اليوم أمام منتخب مالي؟ هل هي معايير مختلفة مقاعدة بمواجهة موريطانية؟ طبيعة الحال لأن الخاصة شوفوا المستوى منتخب مالي ديجا أحسن بكثير من المنافس الموريطاني هذا من جهة. وكان ذكر المدرب الوطني أن اختيارات المنافسين في المباراية الويتية هدية لم يكن اختيار اعتباطي بل كان حسب نوعية المنافس التي سيواجهه المنتخب الجزائري في تصفية مونديال قطر إن شاء الله. لهذا اختار منتخب موريطانيا واختار منتخب مالي وكذلك المنتخب التونسي. بالطبيعة الحال مباراة مالي راح تكون مختلفة كثير. يعني خاصة يعني نعرف المستوى المنتخب المالي اللي رامحت يعني التاسع إفريقيين. عنده لاعبين محترفين في الخارج. يعني مدرسة تخرجت العديد من اللاعبين. عنده خبرة يعني في المنافسة الإفريقية. مقارنة منتخب موريطانيا. كذلك يعني قتلك يعني الاختيار ما كانش اعتباطي. رغم الغيابات النوعية في تشكيلة مونديال. طبيعة الحال. لكن عندهم يعني خزان على شكوط لك. عندهم مدارس تكوين. يعني في مالي. مقارنة يعني بالتجربة اللي قد نقول عليها جديدة في موريطانيا. لدارة إصلاح يعني السنوات الأخيرة في كورة القادم. يعني بدأت تتحسن يعني شيئا فشيئا. لكن المنتخب مالي عنده تقاليد. زيد أيضا البنية المورفولوجية يعني خاصة المنتخب المالي. ربما يشبه إلى حد ما المنافس القادم منتخب بوركينافاسو. لهذا اللي قلت لك كان يعني الاختيارات تحت المنافسين ما كانش يعني كان مدروس بطريقة دقيقة. مثل ما قال جمال بالماضي. لهذا رح نشوف يعني الاختبار هذا رح يكون خليني يقول يكون أصعب من الاختبار الأول أمام منتخب موريطانيا. تختلف جدرية المعايرها المواجهة موريطانيا؟ تختلف طبيعة الحال. وزيد لأن المنتخب لازم يحقق نتيجة إيجابية. لازم يسير دائما في المنحنة التصاعدي. وفق ما رأيها يخطط له المدرب جمال بالماضي. يعني صح هي مباراة ودية. لكن رح يأخذها بجدية. يعني رح تكون فيها عدة أهداف. لازم تحقق كما قلت ترتيب. يعني يكسب نقاط إضافية في ترتيب الفيفا هذا من جهة. اختبار اللاعبين. سواء اللاعبين اللي كانوا في ارتياح يعني في مناصبهم الأساسية. وفرصة أخرى أيضا اللاعبين اللي رميت نفسه. باش يفرضوا وجودهم يعني في تشكيل. دعني نتابع مع مشاهدين الكرام. الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب. التي جرت يوم أمس بملعب مصطفى تشاكير. لنعرف بسيدي موسى. هكذا الحصة التدريبية. إذن كانت الحصة التدريبية التي جرت يوم أمس. هكذا نعم بسيدي موسى. الحصة التدريبية التي عرفت حضور الجميع. وتم استدعاء الظهير من عيادة. الذي عوض عطال. الذي شعر بألم الحادة. لذلك لا يمكن أن يشارك في مباراة اليوم. في انتظار. هذا هو طبعا بالعيادة. الذي يظهر في الصورة لائب النجم السحلي. الذي انتقل من النادي الإفريقي. الذي لم يلعب له أي مباراة. إذن المباراة أمام مالي. بمعايير مختلفة. بتشكيلة قد تكون مختلفة. في انتظار أن يكون المباشر من هناك. من شكل. حتى نعرف الجديد. إذن أعطيني التصريحات عن هذه المواجهة. بالنسبة لمالي. ماذا يقول لائب عن هذه المواجهة؟ مجبري تكون عادة كظلات الهاتف لأملابطي. كما تبدأ من الرجال متحكوين في المساعة. المساعة دائرة أملابطي. أملابطي هم من أطول ملابطي. يكون ملابط يحقا مع بعينس مليينين. لذلك هي أفرائي بشكل جيد. هذا سيكون لأنه في عملابطي. ومن لتحديث بأن أشخاص من مهارات الفاتحية كنت أشخاص من المالي ، تحديث من مهارات الفتحية ونشاركا لفترق البعض ونشاركا لنشاركا مع أشخاص من فتحديث ونشاركا بحجرنا إن شاء الله سنعرفنا 26 ماتش صنديفات من الغدو إن شاء الله بالطبع المالي هي كتابة ويوجد نفس الناس ونحن نفس الناس ونحن نفس الناس ونحن نفس الناس لنعمل ونحن نفس الناس لنعمل ونحن نفس الناس إذن مباراة ودية مختلفة تماماً عن مواجهة موريطانيا الأولى عادة إذا سمح طبعاً دعوني أذهب إلى موقع الحدث نعرف الجديد ماذا يوجد هناك في مدرجات طبعاً فارغة إلى هناك كما المهوي مساء الخير أنت على المباشر مساء الخير آخر المستجدات وضعنا نحن والمشاهد في صورة ما يحدث هناك في ملعبة شكر قبل تقريباً ماذا؟ ساعة إلا ساعة طب قريباً نعم قبل ساعتين وعشر دقائق عن انطلاق المواجهة الثلودية ثانية في برنامج تربس الشهر أجوان بين المتخب الوطني الجزائري ونظره المالي مثلما تشاهد نحن متواجدون هنا بملعب مصطفى شاكر بالبوليدة في انتظار وصور حفلة المنتخب الوطني الجزائري المقرر وصولها في حدود السابعة والنصف هنا على أن يخرج اللاعبون لبداية عملية الإحماءات في ثمينة إلا خمس دقائق وبعدها ضربة الانطلاق ستكون على ثمينة وخمس واربعين دقيقة هنا أمام المنتخب المالي الذي يغيب عنه أربعة عناصر فقط حكيم منذ بعد وصولي إلى هنا نبهني أحد المتتبعين لبرنامج نهار قال أن حكيم بالقيروس في يوم أمس قال أن المنتخب مالي تغيب عنده تسعة عناصر لكن الحقيقة تغيب عنه أربعة عناصر أساسية صحيح أربعة عناصر أساسية أشكروه برامج النهار دائما تحظى بمتتبعين أوفية حكيم بالنسبة للتشكيل الأساسية وبعض الأصداء المنتقات من محيط المتخب الوطني النخب الوطني جمال بالماضي سيغير تقريبا تسعين بالمئة من التشكيل التي لعبت مباراة موريتانيا بالاعتماد على عزدين دوخة بحراسة المرمى على الجهة اليمنى مهدي زفان على الجهة اليسرى رامي بن سبعيني في محور الدفاع جمال بالعمري وأيضا عيسى ماندي في وسط الميدان عدلان قديورة إضافة إلى راميز زروقي وهشام بوداوي في الهجوم على الجهة اليمنى أدم والناس قلب الهجوم بغداد بنجاح وعلى الجهة اليسرى يوسف بالليلي هذه هي التشكيلة المحتملة في انتظار وصول التشكيلة الرسمية التي سيمنحها تخطروا بعد وصول المحتملة المحتملة القريبة أنا لما تقول لي محتملة أعرف بأنها رسمية لهكذا دائما نخذ من عدمهوي محتملة تساوي رسمية صح؟ نعم حكيم خاصة أن المباراة يمكن أنها ودية وممكن جمل بالماضي يقوم بتغييرات حتى في آخر قبل دخول اللاعبين إلى عملية الإحماءات بالمقابل منتخب المالي المقيم في فندق الحياة ريجنسي سيصل قبل المنتخب الجزائري حبل حسب تعليمات الأمنية الذين يجهزون له الممر لوصول المنتخب المالي الذي سيكون يعني منقوص من أبرز مهاجم وهو ماريغا لعب بورتو المنتقل إلى الهلال السعودي الهلال السعودي في صفقة كبيرة ويتواجد في المملكة العربية السعودية لإمضاء العقدة مع الهلال لأن ينتحق بمنتخب المالي في تونس في حساب المباراة الويدية ثانية من منتخب المالي نعم تغييرات كما المهوي تتحدث عن 90% من تغييرات مقارنة بالتشكيلة الأساسية مقارنة بمواجهة موريطانيا هل هذا يعني بأن إدراج هذه الأسماء هي التشكيلة الأساسية في ذهن جمال بالماضي التي سيلعب بها التصفيات المقبلة بعيدا عن الأسماء التي لعبت أو لبما التي تم تجربها في اللقاء الأول أمام موريطانيا نعم حكيم خاصة أن مباراة أمام منتخب المالي هو الامتحان يعني الامتحان الأصعب للتشكيلة الوطنية بما أن المنتخب المالي يشبه كثيرا منتخب بوركينفاس الذي سنواجهه في الجولة الثانية من تصفيات المونديال يعني نفس الاندفاع البدني نفس طريقة اللعب نفس الفرضيات تقريبا لذلك ربما الاعتماد على التشكيل الأساسية في مباراة اليوم مقارنة بمباراة موريطانيا التي كانت سهلة على الورقة وخاصة أنها تشبه ربما طريقة لعب جيبوتي اليوم جبل برماضي قلنا المنتخب المالي أصعب وأنه أختار مواجهة المنتخب المالي لأنه يشبه كثيرا منتخب بوركينفاس ومنافسنا في تصفيات المونديال والذي يعد ربما الحلقة الأصعب في أبا جموعة الجزائر بجزبالي المنتخب الوطني لذلك ربما جموعة بالماضي سيكون هذا هو الامتحان الرسمي قبل مباراة الديربي أمام منتخب تونس يوم الجمعة الحادية عام 11 من شهر والذي تتكون مباراة بطعم خاص أمام منتخب تونس ديربي ولعبين يعرفون جيدا بعضهم البعض تربوا جيدا تربوا معهم في فرنسا لعبوا لنفس الأندية في المدارس الفرنسية لذلك ربما المباراة التي يقيس عليها جموعة بالماضي والتي يمكن اعتبارها الأهم في المباراة الثلاثة هي هذه المباراة مالي حكيم سوف أخبرك أن الناخب الوطني خلال الاجتماع التقني كان قد تحدث ليس هو طبعا السكرتار التي مثلت طاقم الفني تحدث حول إمكانية تأجيل المباراة بـ 48 ساعة لأنه لعب المنتخب الوطني يوم الخامس فقط ثم الأحد يعني الاسترجاع لم يكن كبير وبعد ذلك هناك خمسة أيام تفصلنا عن مباراة تونسي ذلك الناخب الوطني كان يريد اللعب يوم غد الاثنين وبعدها يوم الجمعة يعني أربعة أيام بين كل المباراة لكن المنتخب المالي عنده التزامات طائرة ومباراة تودية أخرى في تونس في البداية رفض لكنه اتصل بالناخب الوطني مرة أخرى وقال أنه يمكنهم تأجيل المباراة لكن جميل بالماضي كان قد اتخذ القرار بلعب المباراة اليوم كل هذه التفاصيل أشكرك عليها طبعا تفاصيل مهمة بالنسبة للأمور الفنية بالنسبة لآخر سؤال بالنسبة للأمور التنظيمية هناك ملعبة شكل لعبنا الخميس المنصرم ما الآن سنلعبه مباراة أخرى بالنسبة لأرضية الميدان بالنسبة لأمور تنظيمية أخرى كل شي عادي كل شي عادي حكيم لكن بحكم يعني خبرة السنوات وبحكم يعني في التجول في مختلف المنافسات الأوروبية الإفريقية ويعني تنظيم مشدد وحراسة أمنية زائدة عن اللزوم خاصة أنه اليوم اللقاء بدون جمهور حوالي أنك الصحفي لما يأتي إلى الملعب حوالي أربع إلى خمسة نقاط تفتيش ثم هنا في الملعب أيضا يتم تفتيش الصحفيين وكل ربما أمور تنظيمية زائدة عن اللزوم خاصة أنه الموعد ودي وبدون جمهور ولا تستدعي كل هذا الكم الهائل من رجال الشرطة لأنه في كل الملعب عبر العالم يسير الملعب إداريين أو أعوان الأمن إلا هنا في الجزائر أمور تنظيمية وحراسة مشددة للغاية أشكرك جزيلا شك كمال مهوي حينما يكون هناك مستجدات أخرى طبعا قبل بداية اللقاء سنتواصل معك من جديد شكرا جزيلا لك كمال مهوي كنت معنا على مباشر من ملعب مصطفى بالنسبة للأمن وما شبهت نتحدث عن تشكيلات الأساسية يبدو بأن هناك تغييرات كبيرة على تشكيلات الأساسية هي تكون تغييرات طبيعة الحال شيء متوقع لكن لحد الآن هي تشكيلة محتملة مازال مع دماشة تشكيلة الأساسية باش نخوضوا فيها دائما تتحدث بشكل بصمي صحيح طبيعة الحال هذه هي لازم متوقعة ما رأيك في التشكيلات المتوقعة شيء اللي نتفق عليه أنه راح تكون تغييرات كثيرة مقارنة بمباراة موريطانيا قلنا علاش قلنا لأنه راح يعطي أكبر فرصة أكبر للعبين يعني اللي نجربهم سواء اللاعبين اللي كانوا عادوا إلى المنافسة يعني مؤخرا أو لعبين جدود اللي هم حبين يفرضوا نفسهم يعني في تشكيلة جمال بالماضي أيضا قلت لك يعني تكلمنا على طبيعة المنافس يعني وكما قال زامي الكامل مهوي وتكلمنا عليها يعني يشبه طريقة لعبه المنتخب البوركينابي يعني في البنية المرفولوجية القامة الاندفاع البدني يعني حتى من ناحية الكاليتي تيكنيك يعني ما كاش اختلف التشكيلة المتوقعة تقول بأنه ربما التشكيلة المتوقعة هي التي كان معتاد أن يلعب بها لما تشوف أنه محرز وبالليلي وبغداد بونجا وفي محور الدفاع يتغير من عبدالقادر بدران ولعب طوبة طوبة أحمد طوبة أيضا إلى محور آخر بالعمري وماندي تغيير هذه الأسماء ماذا يعني؟ هل هي فعلا التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها جمال بالماضي لاحقا في المباراة الرسمية؟ هل هذا يعني هذا؟ شوف هو كان نعود نوله للوراء وتصريحات تاع جمال بالماضي لما كان الحديث وكان الجد القائم حول استدعاء كل مرة السؤال يوجه الصحفيين هل يتم استدعاء لعبين جدد؟ وش قال لتمك جمال بالماضي؟ قال يعني أنا ماذا بي نحافظ يعني مشيئة شكفون ندير تغييرات على التشكيلة وكل مدرب أعتقد يعني في العالم ماذا به يكون عنده نواة يعني لساتير ما يبدأش يغير كثير في تشكيلة يعني يحتاج وربما يكون يعني استثناء لعب أو إثنين لكن مستبعد جدا أنه يعني تشكيل الأساسية والتعداد للنواة يعني لعبها في مصر وجبها التاج القاري يعني يغيرها يعني الآن كما تكلمنا سابقا صعيب يعني باش تلقى واحد يخلف يوسف بالليلي أو رياد محرز صحيح أسماء قارة ماذا تقول فيه لما يقول لك جمال بالماضي ربما أنه أنا المنتخب الوحيد في أفريقيا اللي يغير هذا الكم من اللاعبين يتحدث من مواجهة إلى مواجهة المدرب جمال بالماضي مدرب ذكي يعني لما يمنح فرصة للاعبين جدد طبيعة الحال يخلق المنافسة يعني تصور أن تكون لعب خلاصي على بالو بلي بلاستو أنديس كي طاب ما رحش يكون فيه شوية تراخي يكون قال أنا خلاص لكن هذا التنفس هو اللي رح يرفع مستوى تعال المنتخب الوطني وما يكون شيء قصا لأن المنتخب كما قال باب مفتوح للجميع سواء اللاعبين المحليين أو اللاعبين اللي يشطوا في الخارج وبدليل أنه كان لعبين جدد من 2019 من عودتنا بالتاج القاري من مصر هناك لعبين جدد لتحقوا هناك لعبين اللي يعود اغفر لهم واسمح لهم نعطي مثل مثل هاريس بالقبلة اللاعبين يعودوا رولونسا وكما يقولوا المستوى تحم عودوا أرجعوا المستوى تحم كما راشيد غزال لاش قلت لك أنا الباب بتاع المنتخب راح مفتوح لكن الباب مفتوح هل مقارنة بما تقول الباب مفتوح ومن جهة أخرى بأنه ما صرح به صعب جدا بعد مواجهة لم يكن دي قال بأنه صحيح تواجد جادل في هذا الوقت مميز ولكنه ظلم الكثير من اللاعبين في فترة سابقة هل أنت مع هذا الفكر خاصة في منصب حراسة المرمى لا دوني ملاعبين كثير بالنسبة لهذا المنصب يقصد في فترة جمال بالماضي هو يقل لك في فترة سابقة يعني مفتوحة في فترة سابقة قال لك أنه في هذا المنصب في الكثير من المرات ظلم يعني تأخر كثير من استدعاءات شوف يعني منصب حارس مرمى أنا ما رانيش فيني على كل حال لكن بحكم تجربته في الميدان الإعلام الرياضي منصب حساس من الصعب جدا أنه مدرب سواء في نادي أو في منتخب يغير كل مرة لمنصب منصب حارسة المرمى يعني يتكون يما تكونش يتكون احتياطي يتتقبل المنافسة وتكون خارج القائمة عكس ما يكون عليه الحال بالنسبة للاعب سواء في الدفاع أو في الهجوم وربما حتى تشوف وين لعب يكون عنده متعدد المناصب لما يوظف لما ما تكونش عنده فرصة يتوظف مثلا في محور دفاع يلعب على الجهة اليمنى شفنا نعطيك هنا مثال كما عيسى ماندي وين كان متعدد المناصب شفنا كارل مجاني سابقا كان متعدد المناصب لكن في حراسة المرمى من الصعب جدا يعني أي مدرب سواء في المنتخب أو في نادي مدى به يحافظ على استقرار في حراسة المرمى ونشوفوا يعني الآن رئيس وهم بولحيا رغم التقدم في السن حافظ يعني على مكانته على مستوى أعود إليك بعد فاصل المشاهدين نستكمل باقي النقاش مرحبا بكم من جديد أنتم تتابعون برنامج تساؤلات للحديث عن مواجهة الجزائر الودية بعد قليل في التاسعة إلا ربع مع منتخب مالي اختبار الكبار أمام من يسور مالي هل هي الصورة الحقيقية التكاملية للمنتخب الجزائري بعد الفوز بالأربع أمام موريطانيا كنت أتحدث مع كمال مهوي مبعوة تلفزيون النهار إلى ملعبة شاكا للحديث عن آخر المستجدات طبعا تشكيلة المتغيرة محتملة تحدثنا عنها وهنا في الستوديو مع زميل الأهل معادة الزكري يجدد بك التحية كنت تحدثت عن المعايير المواجهة مقارنة بموريطانيا تشكيلة ماذا تمثل هذه المواجهة مستقبليا الآن أتحدث طبعا بالنسبة للأسماء التي ربما قد تلعب مواجهة اليوم أبرز اللاعب الرياض محرز صورة مختلفة خسيرة أمام تشيرسي في رابطة الأبطال الآن صورة المتغيرة بالنسبة لهذا اللاعب كان هناك لقاء مع رئيس الاتحاد الجزائي لكرة القدم مع أهدي يزيارة طبعا لللاعبين وتحدث كيف كان هو لقاء مع اللاعبين وأيضا بالخصوص مع رياض محرز ماذا قال شرف الدين عمارة أذن كان ليس هذه تصريح بالنسبة نعم كان هذا ليس تصريح مدرب تونس وإنما شرف الدين عمارة ماذا يقول على رياض محرز إذا ممكن لا ولا تكلمنا على أمور عدة يعني تكلمنا على دبا تمنينا له يعني وصول أنه وصل على خير ثانيا كنت حضرت جزء من التدريبات وفي الأخير تكلمنا في نهاية ما تكلمنا على مدار في الأيام الأخيرة ومقابلة مانشستر سيتي وشيلسي وهذيك الظروف اللي تمت فيها تكلمنا بعض أمور يعني على كل حال عامة ما كانش شيء خاص تكلمنا تكلمنا فيه لكن يعني تعرفت أنا أول مرة نطلقها بمحرز وتعرفت على شخص يعني ذو أخلاق عالية جدا وشخص يعني عارف وش دير وهذا إضافة أكيد لكل الفريق الوطني وكل الشباب اللي هو مثلا يسد محرز ونظن كان عندنا كثير في الجزائر وغيرها ما رأيك في حلقة التواصلية بين رئيس الفوف واللاعبين تفضل بطبيعة الحال هذا شيء شيء إيجابي يعني خرجة ما تحسب يعني موافقة للرئيس الاتحادية وداخلها كما يقولوا احنا في البروتوكول يعني المعمول به يعني شفناها سابقا يعني ليست سابقة وخصة ذكر يعني اللقاء اللي كان مع القائد رياض محرز بطبيعة الحال حتى وهو الحق النجومية يعني وراه لاعب محترف لكن بحاجة بطبيعة الحال إلى دعم معنوي بعد الإخفاق في نهاية رابطة أبطال أوروبا يعني شيء إيجابي هذه الخطوة اللي قام بها الرئيس الاتحادية الآن المنتخب أمام مواجه نتحدث على هذه المواجهة أمام مالي إنفاز أو حتى تعادل مهم أن لا ينهزم يصل إلى رقم قياسي إفريقية 26 ليعاد إلى رقم كوديفور هل هذه الأرقام مهمة قبل أن آتي إلى ترتيب الفيفا مهمة هذه الأرقام 26 قياسيا طبيعة هل مهمة ماذا تفيد أي منتخل تفيد نحية المعنوية رأتعطيك دعم معنوي كبير لللاعب يعني تعطي له ثيقة كبيرة في النفس هي ليست كما أقول مجرد رقم فقط هذا يعني حتى يعني تنعكس أيضا على المنافسين يعرف المنافس الذي سيواجهك أنه سيواجه منتخب يعني قوي الذي لديه رقم قياسي الذي سيسيطر يعني في القارة يعني عدة يعني ما أقوله أسابيع لعدة أشهر يعني هذا الرقم يعني قلت لكم من ناحية الإيجابية رح يعني رح يفيد كثير اللاعبين خاصة اختيار الاسماء هذه طبعا بالنسبة لعدد من الاسماء أنا أتحدث عن الاسماء التي تكون المنتخب الجزائري قبل التصفيات أمام جيبوتي وبوركينفاسو في شهر سبتمبر المقبل هل تأخير هذه الموعد أو الموعدين من جوان إلى سبتمبر يفيد المنتخب في شيء؟ هو هذا السؤال يعني كان سبق وين تم الصحافة طرحته على الجمال في الماضي وكانت يعني الإجابة قال ما نعرف ولا رح يكون مفيد لنا هذا التأجيل ولا ما رح شي يفيد لكن حنا نتبع الوضع العام تعال المنتخب الوطني نشوف كين اللاعبين اللي رأهم عادوا يعني مؤخرا من للمنافسة كانوا يعانون إصابات كان يعاني التهميش هما بحاجة كما يقول نقصين الريتم تعموا نفسها وكين اللاعبين اللي الحمد لله يعني كملوا في الموسم مع النوادي هم يعني في ظروف جيدة خلينا نقول كما إسلام سليماني أو رياد محرز أو يعني رشيد غزال يعودوا بقوة للمنافسة أدموا الناس أيضا فيه اللاعبين لهذا يعني الظروف تختلف من اللاعب لآخر لكن بصيفة كما يقول نتكلم بصيفة عامة أنه المنتخب الوطني هو بحاجة إلى محطات تحذيرية يعني حتى يكون كما يقول يكون نقاع على اللاعبين يكون نقاع يعني على خط على خط واحد لهذه المباراة هذه التحذيرية رح تكون هامة وشفنا يعني حتى التصرف جمال بالماضي مع لعبيه يعني مباراة يعني أما منافس نقدر نقل بين قوس المتوضع لكن كان منفعل واخذ المباراة يعني مأخذ الجيد يعني مكاش فيها يعني قال مباراة ودية تحذيرية مباراة ودية أمام مالي يتفق الكثير من اللاعبين أو العديد من اللاعبين اللي كانت لهم تصريحات حتى المدرب المنتخب يقول بأنها مباراة قوية ذات معايير مختلفة جدية هل تدخل الأرقام من تاريخ المباراة الوديا بين مالي والجزائر في جدية هذه المواجهة اليوم أتحدث عن مثلا التواريخ اللقاءات التي لعبت بين جزائر ومالي حينما نقول عدد المواجهة 25 الأفضلية كانت للمنتخب الجزائري ب13 مباراة عدد الهزائم كانت 10 هل لديها هذه المعايير أم أن المباراة تختلف تماما لا المباراة تختلف المباراة تختلف الأرقام الأرقام يعني الآن تختلف الآن الحاجة اللي لازم نذكرها أن المنتخب الجزائري مهما كانت هوية المنافس اللي رح يلعب معاه يعني رح يدخل بعزيمة وبإصرار كبير باش يتغلب عليه شفناها مع المنتخب الموريطاني الموريطاني اللي كان لقدرناه وحقق تعادل رح يكون بالنسبة لي إنجاز كبير اللي هذا شفنا يعني خلق شوية صعوبات خلق شوية صعوبات ليس أنه أعتمد على خطة هجومية لكن خلق صعوبات للمنتخب الوطني لما أركان للدفاع لعب كتلة دفاعية وللو كان يخرج بمباراة يعني متعادل أمام بطل إفريقيا رح يكون إنجاز كبير لهذا يعني المنتخب الجزائري الآن أصبح مستهدف على المستوى الإفريقي يعني كل منافس يحب يفوز عليه وكسب يعني منهار توج باللاقب القرير كسب يعني التقدير واحترام بقية المنافسين يعني شفنا المنتخب الكولومبي أو شفنا مع المنتخب المكسيكي يعني لهذا قلت لك الأرقام يعني مباريات المباشرة بين الجزائر ومنتخب مالي السابقة ما رح تكون لكن قلت لك يعني الوضعية اللي رح فيها المنتخب الجزائري يعني والمشوار الإيجابي اللي يقطعوه هو اللي رح يخلي المنافسين يديروا كل ملديهم من أجل إطاحة هذا رح يخلي نعم 16 جواء 2019 كانت آخر مواجهة بين المنتخبين كان الفوز بالنسبة للمنتخب الجزائري بـ 3 أثنين منتخب مالي تتوقع أن تكون المواجهة مفتوحة عكس المواجهة أمام موريطانيا أمام موريطانيا المنتخب الموريطاني تجمع في الخلف منتخب موريطاني في النهاية فتح الأمر قليلا تلقى أربعة ما هي توقعتك أنت نظرتك إلى هذه المواجهة لا عادة منتخب المالي ما يلعبش طريقة دفاعية وكنترار يعني رح نشوفه باللي رح يكون عنده الجرأة في الهجوم يلعب بطريقة طريقة لعبة يعني تكون مفتوحة لكن قلت لك الحاجة اللي نشير عليها أنه رح يكون فيه اندفاع بدني كبير يعني القوة البدنية معروفة عند اللعبين الماليين قلت لك لهذا الاختيار منتخب مالي ما كانش اعتباطي يعني كل المنافسين اللي اختارهم جمال بالماضي في هذه الفترة عندها كم يقولون خاصية يعني يعني اللي رح بش يحضر المنافسين في تصفية مونديا القطر اللي رح تكون ان شاء الله في شهر سبتمبر لهذا رح نشوف المباراة رح تكون مغيرة تماما عن مباراة موريطانيا ورح تكون أصعب بكتير إذا كان في مباراة موريطانيا شفنا يعني الدفاع الجزائري وحتى الحارس كان في شبه راحة المباراة هذه رح تكون مغيرة تماما لا يكون عادة التخوف من عامل الإرهاق أعطانا كما ما هو نقطة مهمة منذ قليل لم نناقشها هو أنه طلب تأخير المواجهة إلى يوم الاثنين على اعتبار عن المتخب الجزائري سيلعب الجمعة لعبة الخميس هذه النقاط ما رائع فيها أنا استغربت لما هو مشكور يعني 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 لكن هذه التواريخ أنا كانت مضبوطة هذه مش بطولة يعني جزائري قال رابطة علنت مباراة متأخرة يوم فلاني أو يعني كلش مضبوط هذه علامة استفهام يعني شي غريب المدرب جمال بالماضي معروف يعني لما يسطر يضبط البرنامج تحذيري يعني كلش قلتلك يعني إختيار المنافسين كان مدروس كان على باله بالمباراة راح تكون لطروة ومباراة لوسيس وثم يتنقل إلى تونس لأونز اللهم إذا كان هناك أمور طارئة حددت في التربص ربما إصابات لعبين أو عدم جهزية بعض اللاعبين هي اللي خلت ربما جمال بالماضي يغير حسابات لكن تتكلم لي على الإرهاق وتقول لي ربما الوقت غير كافي للاسترجاع والله العظيم غير شي غريب هل المباراة اليوم أمام مالي هي الصورة الحقيقية للمنتخب الجزائري خذينا الصورة الحقيقية في كاس أمم أفريقيا ثم بعد ذلك المنتخب أصبح معروف على أنه يحقق الانتصار في أي مواجهات هل أمام مالي هو اختبار وصورة حقيقية لقياس منتخب جزائري أو مدى تحضيراته أو مدى وصوله إلى النسق اللي رأى فيه هل هذه الصورة حقيقية أنا حسب اعتقادي أنا مانيش في مكان المدرب جمال بالماضي لكن أشكت لكم تكلمت دائما عن المنافسين طبيعة المنافسين لخيارهم جمال بالماضي أظن أنه هو روحاب يلحق بالمنتخب يعني يكون في منحن التصاعدي بدأت بالمنتخب موريطاني لشوية أقل قوة من المنتخب المالي ثم اختبار قوي مقارنة بالمنتخب الموريطاني ثم الاختبار الحقيقي سيكون أمام منتخب تونس أنا ربما من شاطرش الرأي كما على المباراة مالية أنا أعتقد أن مباراة تونس ستكون أهم من مباراة موريطانيا ومباراة مالية هي المباراة اللي أعتقد أنه بالنسبة كبيرة راح يلعب تشكيل الأساسية اللي راح يبدأ بها تصفيات مونديال مباراة تونس مباراة تونس نعم هل ترى بأنه تريد القول حبيت تقول أنه مباراة تونس أقوى من مباراة مالي من ناحية ربما الندية بين المنتخبين خاصة العربية خالصة طبعا من ناحية الندية من ناحية قوة المنافس يعني خلينا يعني لا مرى شيئا لي من منتخب تونس يوم أمس لا بغد النظر على طابع المحلي لمباراة منتخب تونسي يعني شوف كلاس موفيفا رحم مصنف مليح ألعب المونديال السابق يعني حتى في تاريخ المواجهات منتخب تونسي فاز علينا في دورة 2013 في جنوب إفريقيا وفاز علينا في 2017 في القابون يعني ما هوش منتخب قال تعود المنتخب جزائري سيطر عليه لهذا أنا أقول لك هذا هو المعايير الحقيقي وهذه هي المباراة اللي رح نشوفه يعني 90% تشكيل الأساسية اللي رح يبدأ بها الجمال بالماضي جدل كبير بالنسبة لترتيب الفيفا وكان قد تحدث عليه جمال بالماضي قال لك ما فهمتش المعايير التي يتم اعتمادها وإن كان الآن المنتخب التونسي في المركز السادس والعشرين عالميا المنتخب الجزائري الثالث وثلاثين عالميا تونس الأولى إفريقيا نحن يا المركز الخامس أو الرابع إفريقيا ما رأيك في هذه هل هناك فعلا مختلفة هذه التصنيف غير منطقي مثلا صراحة نشوفه أنا يعني بوجهة نظرين شاطر رأيي الجمال بالماضي نشوفه يعني غير منطقي يعني حتى ليس فقط على المستوى الإفريقي أحيانا حتى على المستوى العالمي لما نشوف منتخب بلجيكا اللي كان يسيطر يعني عدة أشهر وهو في المركز الأول ثم يتراجع لمركز الثاني لكن من حيث النتائج يعني نشوفه المنتخب الفرنسي كان أحسن أو المنتخب الألماني لهذا طرح يعني الاستغراب هو عشر لقاط للمباريات الودية لأي منتخب يفوز وبالتالي هناك دائما هذا الجدل بالنسبة لمنتخب جزائري خارج من كاس أمام أفريقيا فايز ويفوز في كل المباريات الودية وبعد ذلك يجد نفسه أنه في أفريقيا ما يحتلش المركز الأول هل اختيار تونس أيضا يريده إظهار للجميع بأنه سنلعب أمام تونس لو نفوز أمام تونس يعني هذا هو ترتيب الفيفا الحقيقي نعم من ناحية المعنوية طبيعة الحال وعليش قلت لك أنا الجانب البسيكولوجي مهم جدا باش اللاعب يكسب الثقة نقول اللاعب يعني نقول المنتخب بسيفة عامة يعني يكسب الثقة في النفس وتكون عنده عزيمة يروح بعيد في مشوار التصفية هل نبحث اليوم أمام انتصار كبير عريض على منتخب مالي تجهيزيا لمباراة تحضيرية أيضا لمباراة تونس أم أننا نبحث فقط عن الصورة وطريقة الآداء ماذا نريد من مواجهات بعد قليل المباراة مالي مثل مباراة موريطانيا يعني فيها عدة أهداف حاب يحققها المدرب جبال من الماضي وتكلم عليها يعني في الندوة الصحفية ترتيب الفيفا من جهة مواصلة تحطيم أرقام القياسية اختبار قطلق اللاعبين لعادوا مؤخر من المنافسة الانسجام اللي كان شبه غائب يعني في المباراة الأولى أمام موريطانيا كلها يعني عوامل شكرا مهمة أشكرك عادا نلتقي في العاشرة والنص بإذن الله نشاء أشكركم مشاهدينا المباراة التاسعة أولى ربما وعيدنا يتجدد في العاشرة والنص على المباشر في ستوديو تحليلي إلى اللقاء